السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مادة لواتي الجميلة في هذا الموضوع سنكمل التطبيقات التي أخذناها في موضوع الألف المتطرفة في الحروف هذا الموضوع كما عرفنا هو في هذه الوحدة الثالثة التي هي بعنوان الوعي الصحي والاجتماعي الأهدف التعليمية أن يتعرف الطالب على قواعد رسم الألف اللينة المتطرفة أن يكتب الطالب كلمات بها ألف لينة متطرفة بشكل صحيح أن يبين الطالب أصل الألف اللينة قد تعرفنا فيما سبق من دروس على الأفعال والأسماء والحروف التي فيها الألف اللينة وطريقة كتابتها الألف اللينة في الأفعال إن كان الفعل ثلاثيا فإن الألف اللينة كما عرفنا تكتب قائمة إذا كان أصلها واوا وتكتب على صورة لياء إذا كان أصلها ياء أما إذا كان الفعل فوق الثلاثي فإن الألف اللينة تكتب على صورة لياء إلا إذا سبقت الألف بياء فتكتب قائمة كيحياء وعرفنا كذلك طريقة معرفة الألف اللينة في الأفعال الثلاثية بأن نأتي بالمضارع أو أن نسند الفعل لتاء الفاعل أو أن نأتي بالمصدر فدعا تقول يدعو دعوت دعوة كذلك في الأسماء أي الألف اللينة في الأسماء إما أن يكون هذا الاسم ثلاثيا فتكتب الألف اللينة قائمة إذا كان أصلها واوا كعصى الاسم أو تكتب على صورة لياء إذا كان أصلها ياء ككلمة فتاة وإذا كان هذا الاسم فوق الثلاثي فهي تكتب قائمة إذا كان قبلها أي قبل الألف ياء كدنيا فإذا لم يكن قبلها ياء فإنها تكتب في صورة لياء مطلقا كسلوى وأقصى بالنسبة للأسماء الثلاثية نعرف أصل الألف بأن نأتي مثلا ب المثنى كعصوان من عصى أو أن نأتي بالجمع كفتيان من فتا أو أن نأتي بالمفرد كذروة من ذرة هكذا نعرف أصل الألف اللينة هل هي واو أم يا تعرفنا كذلك في الدرس السابق على الألف اللينة المتطرفة في الحروف وعرفنا أنها دائما هذه الألف ستكتب ألفها أي ستكتب قائمة أمثلتها لا وألا وإلا ولولا وكلا وأخذنا مجموعة من الأمثلة ما عدا أربعة مستثنات من الحروف هذه الحروف الأربعة كما ظهر معنا وكما تعرفنا في الدرس السابق فإن الألف تكتب على صورة لياء مطلقا وهي حتى إلى على وكذلك بلى في صفحة سبعين الواجب المنزلي واحد أكمل كل فعل مما يأتي بالألف اللينة المناسبة قائمة أو على صورة ياء الفعل الأول رنى الفعل رنى كتبة الألف قائمة هذا الفعل رنى كم عدد حروفه ثلاثي ما أصل الألف أصل الألف واو ولذلك كتبناها قائمة كيف عرفنا نأتي بالمضارع أو نسند الفعل إلى التاء تاء الفاعل أو نأتي بالمصدر فكلمة رنى تقول فيها يرنو المضارع يرنو إذن أصل الألف في رنى واو ولذلك رنى كتبنا الألف قائمة الكلمة الأخرى نهى كلمة نهى كتبناها على صورة الياء الفعل نهى كتبت ألفه على صورة الياء ما السبب؟ ثلاثي ما أصل ألفه؟ نأتي بالمضارع ونأتي أو نسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نأتي بالمصدر ولذلك تقول نهى نهيا المصدر نهيا ولذلك أصل الألفية فكتبناها على صورة الياء الفعل الثالث الفعل هو غزا كيف نكتب الألف؟ ما رأيكم؟ الفعل غزا غزا أحسنتم تكتب قائمة غزا كيف عرفنا؟ هو ثلاثي ما أصل ألفه؟ أصل ألفه واو نأتي بالمضارع أو نسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نأتي بالمصدر فنقول مثلا ماذا نقول؟ أحسنتم تقول غزاوت أسندت الفعل غزا إلى تاء الفاعل فأتيت بالأصل ألا وهي الواو فرجعت الألف إلى أصلها وهي الواو فتقول غزاوت الفعل كوا الفعل كوا كيف نكتب الألف؟ قائمة أم على صورة الياء؟ ما رأيكم؟ هو ثلاثي فعل ما أصل ألفه؟ واو أم ياء؟ نسندها إلى تاء الفاعل أو نأتي بالمصدر أو نأتي بالفعل المضارع فنقول كوا تكتب بهذه الصورة صحيح على صورة الياء لماذا؟ نسندها فنقول مثلا يكوي المضارع يكوي وكويت إذن كيا ولذلك هي أصلها ياء فكتبت كوا بهذه الصورة الفعل الآخر ما هو الفعل هذا؟ اقرأوا هذا الفعل را فواو فألف إذن هو روا كيف نكتب الألف روا الألف المتطرفة هنا؟ هل نكتبها قائمة؟ أم نقوم بكتابتها على صورة الياء؟ هو ثلاثي ما أصل ألفه؟ واو أم ياء؟ بنفس الطريقة نأتي بمضارع أو نقوم بإسناد الفعل إلى تاء الفاعل أو نأتي بالمصدر إذن روا أصبحت ماذا؟ روا سنقوم بكتابتها على الصورة الياء صحيح السبب يروي الفعل المضارع يروي ولذلك أصلها واو ورويت كلمة محا كلمة محا كيف أكتب الألف؟ هل أكتبها قائمة؟ أم أقوم كتابتها على صورة الياء؟ محا ما رأيكم؟ محا محا ستأتي بالمضارع أو تأتي بتاء الفاعل تسنده إلى تاء الفاعل أو تأتي بالمصدر إذن محا كيف سنكتبها؟ محا بالفعل سنكتب الألف فيها قائمة الألف المتطرفة لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول محوت أسنتها إلى تاء الفاعل والفعل المضارع يمحو والمصدر محوا إذن هي في النهاية أصلها أي أصل الألف واو هكذا نكتبها إذن دائما نطبق بهذه الطريقة إذا كان الفعل ثلاثي ننظر إلى أصل الألف وكذلك الاسم ننظر إلى أصل الألف إلا أن الاسم نأتي بالمثنى أو نأتي بالجمع أو نأتي بالمفرد أرجع إلى كتاب الإملاء والخط على بوابة عين الإثرائية لأتمكن من دروس الظاهرة الإملائية من خلال هذا الرابط تستطيع أن تنمي نفسك في هذه الموضوعات ثانياً في صفحة واحد وسبعين أملأ الفراغ بالكلمة الصحيحة إملائياً مما بين القوسين في الجملة الأولى أعيا المرض صاحبه أعيا المرض صاحبه كيف نكتب الفعل أعيا كيف نكتب الألف المتطرفة في الفعل أعيا هل نكتبها قائمة أم نقوم بكتابتها على صورة الياء ما رأيكم الفعل أنظر إلى الفعل هل هو ثلاثي أم فوق الثلاثي أعيا هو فوق الثلاثي إذا كان فوق الثلاثي هل قبل الألفية أو ليس قبل الألفية أعيا قبل الألفية إذن القاعدة تقول إذا كان فوق الثلاثي وقبل الألفية فإننا سنكتبه ماذا على صورة قائمة أحسنتم سنكتبها قائمة على صورة الياء إذن أعيا فوق الثلاثي أعيا فوق الثلاثي فعل فوق الثلاثي قبل ألف هي ولذلك الألف فيه سنكتبها أحسنتم بهذه الصورة أعيى المرض صاحبه الجملة الأخرى تجنب تناول الحلوى قبل النوم كيف نكتب الحلوى نكتبها على صورة الألف فيها على صورة الياء أم على صورة الألف كم عدد حروف الكلمة هذه الكلمة اسم أم فعل أحسنتم هي اسم لأن من علامات الاسم أن يقبل دخول أل وفيه أل التعريف فكلمة حلوى اسم هذا الاسم هل هو ثلاثي أو فوق الثلاثي حلوى فوق الثلاثي هل قبل الألفية لا ليس قبل الألفية ولذلك الحلوى سنكتبها على صورة ماذا أحسنتم نكتبها على صورة الياء ولذلك نكتبها تجنب تناول الحلوى قبل النوم الجملة الأخرى تنتقل عدوى الإنفلونزا بواسطة فيروس ينتشر عن طريق السعال والعطس كلمة عدوى اسم تنتشر عدوى الإنفلونزا إذن هذه الكلمة هي اسم الاسم هذا هل هو ثلاثي أم فوق الثلاثي ما رأيكم كلمة عدوى ثلاثي أو فوق الثلاثي فوق الثلاثي فوق الثلاثي هل قبل الألفية كلا إذن كيف نكتبها سنكتبها على صورة ليا أحسنتم تنتقل عدوى الإنفلونزا رأى الجملة الأخرى رأى وزير الصحة افتتاح المركز الصحي كلمة رأى فعل أم اسم أحسنتم فعل ثلاثي أم فوق الثلاثي ثلاثي ما أصل الألف فيه واو أم يام رأى اسندها إلى تاء الفاعل ستقول ماذا رأيت ولذلك هي ستكتب رأى على صورة أليا غطى العامل خزان الماء بغطاء محكم لمنع توالدي البعوض غطى فعل أم اسم فعل هذا الفعل فيه ألف متطرفة هل هو ثلاثي أو فوق الثلاثي غطى فوق الثلاثي لأن الطا حرف مشدد وكما عرفتم الحرف المشدد حرفان واحد ساكن الأول ساكن والثاني متحرك ولذلك غطى فوق الثلاثي هل قبل الألفية لا إذن سنكتبها ماذا أحسنتم سنكتبها على صورة أليا إذن غطى العامل الجملة الأخيرة قضى المريض مدة نقاهة بعد مرضه الشديد كلمة قضى هل هي فعل أم اسم فعل أحسنتم قضى ثلاثي أو فوق الثلاثي ثلاثي ما أصل الألف ما أصل الألف فيه هات المضارع منه أو أسنده إلى تاء الفاعل إذن ستقول يقضي إذن ستكتبها بهذه الصورة أي على صورة أليا إذن قضى المريض ثالثا أبين أصل الألف اللينة في الكلمات الآتية وأمثل بجملة مفيدة لكل كلمة كلمة شوى الألف في شوى ما أصلها؟ شوى فعل ما أصل الألف فيه؟ و أو أم يا؟ ما رأيكم؟ يا كيف أعرف؟ نأتي بالمضارع المضارع شوى ماذا؟ يشوي إذن يشوي و شويت إذن أصلها واو تستطيع أن تكتب أي جملة مفيدة فيها الفعل شوى فتقول مثلا شوى الطباخ اللحمة كلمة الأخرى قسى فعل ثلاثي ما أصل الألف فيه؟ و أو أم يا؟ ما رأيكم؟ قسى هي كتبت قائمتان هل الكتاب صحيحة بهذه الطريقة؟ ما رأيكم؟ ما أصل الألف؟ أصلها واو كيف عرفنا؟ نأتي بالمضارع أو نسندها إلى تاء الفاعل فتقول يقسو قسوتو إذن أصلها واو تستطيع أن تكتب جملة مثلا فتقول قسى البرد في الصباح فعل آخر فعل آخر شفى تأمل هذا الفعل هذا الفعل هو ثلاثي ولكن الألف فيه كتبت على صورة ماذا؟ على صورة اليا كيف أعرف أصل الألف؟ نأتي بالمضارع أو نسنده إلى تاء الفاعل أصل الألف هنا هو ماذا؟ يا ما هو مضارع شفى؟ ستقول شفى يشفي أحسنتم وتسندها إلى التا فتقول شفيت أحسنتم تستطيع أن تكتب أي جملة؟ فكر في جملة فيها الفعل شفى فكر في أي جملة فيها الفعل شفى وتكون الجملة مفيدة حاول الإجابة فتقول مثلا شفى الله مريضكم شفى الله مريضكم إذن الفعل شفى هذا الفعل ثلاثي هذا الفعل ثلاثي أصل ألفه كيف عرفت؟ أتيت بالمضارع إذن هذه المفاتيح هي خير معين لك لمعرفة أصل الألف المتطرفة في الفعل أو حتى في الاسم في الفعل ستأتي بالفعل المضارع أو تسند الفعل إلى تاء الفاعل أو تأتي بالمصدر أما في الاسم الثلاثي الذي فيه ألف متطرفة فإنك تأتي أحسنتم بالمثنى أو بالجمع أو بالمفرد إذا كانت الكلمة التي فيها ألف متطرفة هي جمع الفعل طفا ما أصل الألف فيه؟ طفا ما أصل الألف؟ بنفس الطريقة هاتي المضارع ما هو مضارع طفا؟ أو أسندها إلى التاء أصل الألف ماذا؟ واو تقول مثلا يطفو والمضارع يطفو وتسندها إلى التاء فتقول طفوتو إذن أصلها بالفعل واو الفعل طفا ضعوه في جملة فنقول مثلا طفا الخشب على الماء هنا في السؤال الرابع أصل بين الكلمة وسبب كتابة ألفها اللينة بالصورة التي كتبت عليها كلمة المستشفى مرت معنا في النص الإملائي سابقا كلمة المستشفى اسم أم فعل؟ أم حرف؟ هي اسم كم عدد حروفها؟ ثلاثي أو فوق الثلاثي؟ هل قبل الألف يا أو لا؟ حتى تستطيع أن تعرف الإجابة هل هي لزيادة الفعل؟ إذن هي ليست فعل هي اسم هل هي اسم ثلاثي؟ ليست اسم ثلاثي؟ هي زادت على ثلاثة أحرف لكن ليس قبل الألف يا ولذلك الإجابة الصحيحة المستشفى لزيادة الإسم على ثلاثة أحرف ولم تسبق الألف بيا ولذلك كتبت المستشفى على صورة اليا كلمة الأخرى السقية السقية فعل أم اسم أم حرف؟ أحسنتم هي اسم لأنها تقبل دخول أل للتعريف كلمة السقية هل هي ثلاثي أو فوق الثلاثي؟ أحسنتم فوق الثلاثي هل قبل الألف يا؟ نعم إذن لماذا كتبناها بهذه الصورة؟ لزيادة الاسم هي اسم على ثلاثة أحرفين وسبق الألف بيا سبقت الألف بيا فكتبناها قائمة إن جلا فعلنا مسم أم حرف؟ إن جلا فعل إن جلا كم عدد حروفه؟ فوق الثلاثي هل قبل الألف يا؟ لا إذن إن جلا كتبت على صورة اليا لزيادة الفعل على ثلاثة أحرفين ولم تسبق الألف بيا فنكتبها على صورة اليا استحيا أحسنتم فعل فوق الثلاثي وقبل الألف يا إذن سنقول استحيا كتبت الألف قائمة لماذا؟ لزيادة الفعل على ثلاثة أحرفين وسبق الألف بيا أخيرا كلبت الهدى كتبت الهدى وهي اسم كتبت بهذه الصورة لأنه اسم ثلاثي أصل ألفه يا فتقول هديان فأصلها أليا بهذا يكون الدرس قد انتهى شكرا لكم صلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا لكم هنا جد